اشتركوا في القناة 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 كيميائية معينة نتيجة مكوناتها آآ الخميرة البيرة منها والمسكرات اللي سمح الله العزو بالله يعني منها آآ نفس القاعدة العلمية واحدة دي بتتخمر لها طرق ودي لها طرق ودي لها اساليب ودي لها اساليب دي بتستخدم في حاجة تانية بعيد عننا ربنا بعيد عننا ودي حاجة بتفيد نفس حتنا فاساس الخميرة زي ما قلنا هنعد مقدرها او ترقيتها بطريقة سهلة جدا جدا جدا. ان آآ مقدرة بسطة جدا آآ مع علاقة عسل السود نصف كوباية مية نصف كوباية دقيق بدوب مع علاقة العسل السود في نصف كوباية المية آآ وبعدين بضبهم كويس وبعد ما دوبهم بنزل بالدقيق نصف كوباية وبدوبهم كويس جدا جدا وبسيبهم بتاخد من تلات اربعة تيام لخمسة ممكن تاخد اقل ممكن تاخد اكتر برضو ما بحددش المدة اول ما لقيها تفاعلت مقدر برضو نرجع لها في القناة ان آآ بعد كده آآ ما تاخد المدة دي بابا حكون محضرة زرية نشادر وبعد ما بحدد زرية النشادر اه حضر كمية من مش هقدر برضو حددها اه اجيب مسلا ابدأ بكوباية وابدأ بقى قلب ابتدت تتجاه ناس معي هلقى هتاخد اكتر بابدأ بقى اجيب بالمعلقة لحد ما تديني الكمية اللي انا عايزها خلاص عملتها قالب وزي ما احنا شايفين قدامنا كده آآ يا ريت نرجع للفيديو في القناة عن الخميرة آآ احنا عملنا الخميرة حتى لدرجة ان انا لما جيت اعمل عليها الفيديو ابتدت تتفاعل وتجبر بدرجة ان انا جبت طبق كانت آآ ابتدت تتفاعل وانا بشرح الفيديو او انا بصور الفيديو الطبق مبقاش مقضي علي بالرغم ان هو طبق كبير فبتدت تتفاعل ده ده لعلنا صح الحمد لله خططنا بإذن الله صح مشينا صح فبتدت النتيجة صحة لما بلتزم بالخطوات والطريقة حتى لو بتقرت ببتكر بطريقة تديني منتج متميز او النتيجة كويسة زي ما بنيجي نعمل الكحكة او اي حاجة من من الاول ببقى عارفة الحاجات حطيتها مع بعض الصح بتدين زي ما نقول ايه لا دينا هجينا ديت لها كحكة ناعم بس كت كويس ببقى عارفة من قبل ما شكله وقبل ما سويه هنطبق الكلام ده على الخمير لو انا عملتها صح هتطلع علي ان شاء الله صح حتى بتد هي تفك معي انا نطلعها من الفريزر هنيتكلم برضا على نقطة الفريزر دي فانا عملتها اه حطيت النشا قلنا لنشادر مهم جدا جدا بيعمل لي بقى ايه بيكا بيزود لي التفاعل بتاعها وبيديني الطعم والمذاق والشكل بتاع الخميرة اللي احنا مجبا من لغبز لكن لو ما لقناش النشادر اه ما فيش مشكلة بس يعني عايزين نقول نزمة 70% بقى افضل اللي بقى فينا شادر لكن لو ما لقناش ما بقاش فيه اي مشكلة دي نقطة وعملناها وشيناها في كيس انا عملت اي بقى رحت جايبها القلب ده اسمتوا نسين بعد ما اسمتوا نسين جبت حاجة مسطحة طباق سينية اي حاجة وروحت عاملة زي ما احنا شايفين قدامنا كده حطيته فتفت بقى ما وعجينا حتى انا ما اسمته تلاقيت زي اللي برا بالزبط ودقتها زي اللي برا بالزبط وفيش اي مشكلة وروحت حطها هي جفت بعد ما جفت هتطلعلي بالمنظر اللي احنا شايفينه قدامنا ده اهم حاجة عندي بقى في جفاف في جفاف اي حاجة عايزة يعني يعني اضم لها اللبن البودرة لان الجفاف ده مادة حفظة لأي حاجة نشفها عندي انا الوقتي الخميرة بالمنظر ده هاسبها هاسبها ايه انا مش فاكرة بصراحة الفيديو عملته بتاع الخميرة الاولاني عملا من مدة فانا اللي حطيتها في الفريزر استعملت منها جز وده حطيته في الفريزر زي ما احنا شايفين كده اه على التجربة الشخصية ساعة الواحد بيجيب الخميرة من الفرن وبيحطها في الفريزر يجي في المرحلة اللي انا حطها دلوقتي دي بلقاها سالت يعني بقتها سيلة هي مش مش وحشة مش غلط بس اه يعني اه ممكن تكون مركونة شوية في الفريزر اكتر لكن دي فعلا بقى لها ممكن يكون الفيديو ممكن ارجع له ان شاء الله هو الفيديو القادم معنا بازن الله بقول امتى تقريبا شهر او شهر ونص مش فاكرة بالتحديد بالامانة يعني المهنية زي ما بنقول اه وحطها زي ما شايفين متماسكة هي حتى ابتدت فوق زي ما احنا شايفين قدامنا هو ابتدت فوق نفس كأني لسه عاملها اهي شايفين كأني لسه عاملها بالزبط اهي في الكيس وانا كنت فتحت الكيس وحطيتها فيها اهو هيبدأ يفك عندي اهو اهي وطبعا بقى حطف الفريزر فابتدت اه بقى شكلها مسطح لكن انا عملناها بعملها القالب وبقى اعديها شكل القالب كده بحطف اي حاجة مربعة بحس تديني القالب اللي احنا بنجيبه من الفرن او المغبز زي ما احنا شايفين قدامنا مسكة نفسها معداز شهر او الشهرين تقريبا زي ما احنا شايفنا مسكة نفسها يا اما بقى الخميرة بعد ما توصل للمرحلة دي اجيب كيس نيلون وقطحها مقعبات انا بعمل مسلا اه اي مخبوزات فين وقرس بقسمات اي حاجة بعملها ببقى عارفة عايزة مسلا حجم عين الجمل عايزة حجم اللمونة عارفة المقدار اللي انا هعمله بقطع على قدها المقدار وبعد ما بقطع الخميرة على قد المقدار دوا اللي بيحصل بس اجلها في كيس على قده بقطع على كيس صغيرة وبقص الكياس وبقى رباحها احطها فيها مربعة كده زي المرأة وبعد طفل فريزة اما جا استعملها اطلحها واستعملها مفيش اي مشكلة واحطها عايزة قالب اطلح عايزة قالبين اطلح عايزة اشربها او ادخلها في مسكات او حاجة للبشرة او للشعر او اي حاجة برضه بقى عارفة انا محتاجة قد وارح ما اطلحها او اه هما طرقتين ممتازين بس يعني لو حبينا ان الجفة دي كويسة جدا الجفة بقى حلوة في ايه دي حلوة ودي حلوة مفيش مفاضلة بين الاتنين بس احنا بنقول مميزات دي مميزات دي يعني عايزة اعملها كده وخليها قطع صغيرة مربعات اه زي اولي بالمرأة مفيش اي مشكلة وبقى عايزة زي ما قلت عايزة عايزة اعملها جفة كده كده تبخارط المياه فيها كده تركز لي الخواصلة الخميرة كلها في زي احنا ما احنا شايفين اه وابدأ اتعمل معها لازل الاساس برضو الخميرة كده هي جفة كده هعمل مخفوزات هعمل اي حاجة اروح حطة اه كمية حط معلقة كبيرة زي دي معلقتين حسب اللي ان هعملوا اه هتفرق بقى في ايه ان انا دي عطاعة دقيق لو هاجه هعمل حاجة بالدي اروح جايب المعلقة كده وروح اطاعة المكون معي وهتعمل معها بالزبط والزبط زي الخميرة الفورية الجاهزة وابدأ اعملها تتفاعل بقى مبادية هسيب بقى العجنة تتفاعل مبادية انا هنا عملت ايه بقى عشان نشوف برضو يبقى في اه نجرب لان احنا طبعا ما نجرب ادي الخميرة انا حطاها يعني من عشر دقايق زي ما دين الجفة خدت معلقة من هنا معلقة يعني معلقة مليانة المعلقة الصغيرة دي مليتها شوية وحطت عليها نصف كباية مية ومعلقة سكر اهي زي ما احنا شايفين ابتدت حتى هي تتفاعل انا لسه مغطتهاش نص كباية مية معلقة كبيرة خميرة نشفة او جفة ومعلقة صغيرة سكر عادي وراح تمقلبها اهو زي ما احنا شايفين قدامنا اهو انا قلبتها اهي حتى بصوا شايفين قدامنا هنوضح هنا اكتر اهي اللي هي الجفة هي اللي قدامنا هي حطيتها في المية على طول دابت وابتدت حتى تتفاعل اهو الجو ابتدى عندنا هنا اه اه ما بقاش حر قوي درجة حرارة في التلاتين او تسعة وعشرين اه حتى بتدت تتفاعل اهي زي ما احنا شايفين هتطلع تانية اهو هتبدأ تتفاعل وهه هغطيها بس انا بعمل الفيديو احنا بس بجرب ان احنا بندوبها يعني احنا زي ما بقول اه موضوع مش موضوع احنا بنعمل من المنتج وخلاص لا ده احنا بنجرب لان احنا هنستعمله يعني ان شاء الله بازن الله الخمر رئيسة تبقى موجودة في البيت عندنا اه احنا نعمل الفيديو ان شاء الله عن الحاجات المعنى الناحية الاقتصادية اه مهمة جدا جدا وهنتكلم عن الناحية الاجتماعية بمعنى ايه? يعني ان الاقتصادية دي مفروغ منها انها هنوفر هنوفر وكل الادبيات الاقتصاد توفير توفير لكن يعني لو هنقول الاقتصاد وجهين العملة واحدة الوجهي التاني العملة انها تبقى موجودة عندي في بيت. بمعنى ايه? عايزة اعمل مخبوزات يعني مش متاح ان انا نزل. مفيش فرن جنبي. في ناس في حيطات بعيدة لسه ما مش هتقدر توصل لفرن. احنا بنتكلم احنا في مناطق شعبية او في القاهرة. آآ طبعا في وسط القاهرة في وسط البلد. آآ حتى لو ركبنا وعملنا العطبة قريبة جدا بالنسبة لنا الجيزة قريبة. السيدة قريبة. الخليفة قريبة. المناطق الاسرية قريبة. يعني آآ الخاني خلي قريب. حتى لو الحاجة مش متوفرة تحت البيت او في المنطقة اللي احنا ساكنين فيها. متوفرة نقدر نركب لها بالسهولة ونجيبها. يعني احنا نعتبر في سورة البلد. في ناس بتبقى في قليم او في مدن جديدة. مسهلة لها خالص انها تحصل على اي حاجة احنا بنقول. فالدي ده جزء اساسي من الحاجة التي بقى موجودة عندنا. عندي عندي عسل السود. وعندي موية وعندي وعندي شوونة شادر. اشترتهم وجبتهم عندي معلقة واحدة. معلقة واحدة من العسل السود. آآ نص كبات مياه نص كبات دي. خلاص بقى عندي خميرة مع النشاة والنشاة. بقى عندي خميرة جاهزة. آآ يعني مسلا ربة الاسرة تعمل لأولادها في نوها تبقى عندها موجودة. هنعمل قرص هنعمل بقسمة هنعمل اي حاجة فيها تخمير هنعملها هتبقى موجودة عندنا. عايزة عملها بالطريقة الجفة دي هسيبها تنشف خالص. وبقول البقارن بينها او بربط بينها باللبن البدرة. في ملحوزة برضو لبن البدرة لما بينشف ضوء منه هو ناشف. لنرجع برضو للفيديوهات اللي انا عملته عن لبن البدرة. لها تلات حلقات دي. طعمه طعم لبن بودرة. ما بينشفه بضوء حتة منه زي ما بينشف كأنه ده لبن بودرة قدامي. باخد قطعة من القطعة اللي زي دي كده. بضعها بتبقى لبن بودرة. طعم لبن بودرة. لكن وهي طريه طعمها جبنة. ما هو لبن بودرة الاساسي بروتين. اساسي الجبنة. اللي هي البروتين تعلبا. برضو نفس الحكاية. الخميرة نفس الحكاية. انا لو خدت بقى دلوقتي دي وضقت حبايا مسلا من دي مسلا انا حطتها وضقتها خميرة. طعم الخميرة اللي احنا من جبنة من المغبس. يبقى انا كده في حاجة. من ناحية الاقتصادية مش هنتكلم عن الناحية لكلنا طبعا عارفين اسعار الحاجة واحتاجاتنا ايه وتتكلف كام. انا باتكلم على انها انا لو جبت دي دي معدي نص كيلو. القلب قدامي ده معدي اكتر من نص كيلو لو زنته. هالقي اكتر من نص كيلو. اه لو انا اشتريته من من الفرن او المغبس مش هقول سعر كام لان كل منطقة بتتفوت اسعارها. لا انا هتكلم على انه عندي نص كيلو آآ قلب خميرة. احتقتوا لاي حاجة اقاعد يعني انا معديها الشهر او الشهر انا بالتحديد هشوف في فيديو ان شاء الله بتاع الخميرة انا عملته امتى? معدي شهر او شهرين. زي ما احنا شايفين اهي بتفوت معي. يعني انا حريصة جدا ان انا اسبها في كسم ما افتحهاش كمان عشان نشوف اهي. وهبقى يعمل فيديو هدوب آآ من البدرة دي وهندوب من دي ونشوف مع بعض عشان نبقى عارفين انا بعمل ايه? يعني احنا كلنا لما جاعمل آآ يعني كلنا قررنا نعمل مسلا الف من الناس وبيه من الناس عمل خميرة يبقى عارف ان الخميرة دي لأ ده انا خلاص هتبقى عندي في البيت هتبقى من تموين البيت. فزي ما احنا شايفين قدامنا هي آآ موجودة هي آآ متماسكة آآ خصائص الخميرة فيها ما فكتش ما سالتش. كويسة جدا. طعمها وريحيتها ما تغيرش برضو دي ما تغيرتش. طعم انا دقت منها خدت جزء من الناشف ده. ودقته ما تغيرش آآ دوبت اهو. انا لسه مدوبة. زي ما قلت انا اهو. اهي. هيبتدى يتخمر اهو. او يبدأ يتنشط مع اني مغطيتش الكوباية لسه عشان بشرح عليها. وده بتهير. يا ام اعملها كده. يا ام احطها انا طبعا هضربها هنشوفها هضربها ان شاء الله في الكبة او اطحنها في الكبة ونشوفها يا مطحونة تبقى عاملة زي النشاء او الدي ايه. واتبقى عندي. جيت اعمل آآ مخبوزات عارف عايزة معلقتين منها رح وغضة معلقتين منها. عايزة تلاتة على حسب ما انا لقدر اعمل كيلو وعمل اتنين وعمل عشرة. عارفة المقدر ايه قد ايه واعمل. هي عندي كده هتبدأ تخلص عندي اروح قيمة عاملة كوباية نصف كوباية مية نصف كوباية دقيق مع علاقة عسل السود. وابدأ اعمل محطم في التلاجة. آآ او درجة حرارة للغرفة عادية. عايزة برضه اكدل آآ بنسبة درجة الحرار. انا دي عملتها احطيتها في التلاجة. بمعنى ايه? حطيت العسل مع المية مع ديوة اللي بتوحطتهم في التلاجة. آآ زي احنا احنا شايفنا هي. وزي هي برضو هي دي النشفة هي نفس الطريقة واحدة. اهم حاجة واهم نقطة برضو عزي اكد عليها ان هي تبقى في درجة الحرارة اسناء التفاعل بتاعها تبقى سابتة. حطيتها في درجة حرارة الغرفة العادية تبقى سابتة. تلات اربع خمس ست ايام لانا حطم تبقى سابتة. حطتها عملتها وحطتها في تلاجة تبقى سابتة. بمعنى ايه? ان انا تبقى سابتة عندي الفترة الخمس ست ايام اللي هعملها. تبقى سابتة عندي. طلعتها. فيه برضو ملحوظة عشان برضو نبقى نستوفل اي حاجة عن الخميرة. انا اه يعني الفيديوهات الندرة جدا او الشحيحة عن الخميرة البيرة بصراحة ما شفتش بديوات كتير بتتكلم عن الخميرة بالطريقة اللي انا شفتها وعملتها. طبعا بشكل اللي انا شفت ومستفدت منهم. زي ما بقول كل واحد ما بيعمل فيديو بتبقى اضافة زي السلم بنطلع كده اضافة يعني يا ريت كتير ناس تعمل تبدأ تعمل على المصنعات. يعني المصنعات اللي انا عملتها الحقيقة يعني نادر جدا تنعدم ان انا لقي فيديوهات عن الحاجات دي وحاجات احنا بنحتاجها. لابا المدرده بنحتاجه اه اكتهادات بقى. كدت الواحد يكتهاد ويعمل عشان يعمل لبن البدرة ويكون متواجد عنده. خلي التفاح مأجهودات كتلقى فيه فيديوهات كتيرة عنه. يعني يا ريت اه الحاجات المصنعة اللي بنحتاجها في البيت يعني يا ريت يعني كدعوة عامة. نقطر منها وده يضيف معلومة. انا بلاقي معلومة في القناة دي. بلاقي هنا 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 بضيف انا معلومة. بشوف قدي تنفعني. لا لو حطيت كده. طب انا ما عنديش دي سهل ان انا جيبها. مس سهل ان انا جيبها هكذا. فلقيت هما عملوها. بقيت تتعامل زي التحينة عادي ومسكنة في ساعة عادي. انا اللي حصل بقى المواد الصلبة والديق نزل تحت والسيل تلع فوق. كده ما فشلتش. يبقى احنا ايه? اه خرج عن نطاق الشكل احنا بنشوف واحنا شايفنا زي التحينة وتفاعلت وبقى زي التحينة. لأ ده احنا ممكن نلاقيها. اه السوايل فوق والمواد الصلبة تحت او دقيق تحت. لأ ما نقلقش. صح. بس دي ده بقى ايه? اه يعني زي ما نقول التفاعل جديد ما شفناهوش. احنا متعودين على حاجة كزا كزا كزا. لكن احنا متعودناش مسلا ان نشوف المنزل ده بس صح. ونجحت واهي? عملتها وتلعت زي ما هي دي. ايه اللي عارفني بقى انا ماشي صح ونها صح كده ما بزتش. ابتدت اقلب المخليط مع بعضه لو رجعنا القناة لقيتها لقيتها زي زي ما شفت في فيديوهات. فكده صح مرمتهاش ما قلتش لقده فشلت. ولو فشلتها اه يعني واحد عمل حاجات كتير فشلت جدا. فبنكررها مرة واتنين من ثلاثة لحد ما نوصل للمرحلة اللي انا شخصيا او احنا بصفة شخصية بتنفعنا في البيت. احنا بنعمل الحاجة اللي هي بتنفعنا. وتلعت بالطريقة دي. يعني احنا نتعود ان مش لازم شكل الحاجة يطلع بالشكل احنا بنشوفه في الفيديوهات. برضو اه يزيد جوز الهند. اه كل اللي عمله وشفت الفيديوهات في جمعية القناة برضو مجهودات مشكورة عليهم اضافة لهم. صلب ناشف. وتلع انا ما طلعش عندي كده. تلع عندي برضو نلجا له في القناة. عملت اكتر من الفيديو عليه. تلع عندي كده. احنا عايزين برضو من التجربة بتطلع لي بصور مختلفة. بس صح. يعني المنتج بتطلع لي بصور مختلفة. لما بتلع لي بصورة مختلفة صح. بشوف بابدأ اه اكون خطواته اللي بعد كده بتطلع لي صح خلاص انا ماشي صح. لكن لو تلعت يعني انا ممكن لو مثلا فصل ميا عن اه الصلب. لا في حاجات ممكن تكون غلط. فبشوف يعني انا كده ايه بعمل التجربة مرة واثنين وثلاثة وعشرة وابدأ اعملها بحيث انها توصل للمنتج اللي انا احتاجه في البيت. اه دي دي معلومة مهمة. اه بالنسبة للجفاف. زي ما قلت لبن بودرة لازم ينشف جدا. انا يعني دي مهمة جدا. اي حاجة بنتعامل معها تبقى جفة. انا مش هقولها هتعود تجفة قد ايه? لبن البودرة ده انا عاملة لبن البودرة اللي احنا عملناه من الجبنة لحد دلوقتي لسه ما نشفش. ممكن يعد شهر مش مشكلة. يعد زي ما يعد. بس المهم ان في الاخر يدين لبن بودرة صح. عشان كده بقول الالبان اما اعمل حاجة من الالبان اتشجع كده وتوكل الله. واعمل كمية كويسة منها. برضو مش هقول كمية كبيرة قوي ولا زي. لا يعني لو ابدأ بتلاتة اربعة كيلو جبن. كل ما بنعمل الجبن من قطر كمية الالبان بتدينا كمية كويسة. بتدينا منطق كويس من خامات. وبرضو الخميرة بقى ممكن نعملها في الحدود دي. نص كوباية ونص كوباية ومعلقة العسل. مدياني بقى هنا مدياني. داخل على اكتر من نص كيلو. يعني المكونات اللي نعمل تبص دي نص كيلو وهو مطلع علي. لو احنا النشفة دي ممكن تخشله على متين جرام او ربع كيلو. يعني مدياني كيلو اللي ربع اللي هي الخميرة اللي احنا عملناها. يعني من نص كوباية مية مع نص كوباية دقيق مع معلقة عسل سود مع ممكن ممكن تاخد نص نص كيلو نشا. فدتني الكمية دي. هتدف كويس اه احنا ما نشوفها بالطريقة دي ولو بنبودرة برضو برقارنهم الاتنين مع بعض ينشف كويس جدا. ابدأ اطحن طحن ادتني النتيجة صحة. بعد ما اطحن وتديني النتيجة صحة خلاص بقى استعمل بقى الحاجة. اه زي ما احنا شايفين كده برضو اه 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 ابدأت تعمل اه حتى في فكاكاها هي شايفينها فكاكاها هي جواها الدليل على انها حتى في المدة اللي محتفظ بها في التلاجة محتفظة بكل الخاص خاص بتاعتها وخوصها ما حصلهاش اي حاجة. يعني فعلا فعلا منتج الخميرة الواحد لاحز انه هو في البيت سهل جدا جدا جدا. هو فعلا كلا واحد فاكره من التلاص بصراحة يعني يعني في عاجة كتير انا كنت فاكرها كنت اسمع عنها نظري وحفظاها نظري. لكن لما بتديت عملها زي ما بقول المعلومة بتبقى مجهولة بالنسبة لنا لكن لما بنختركها يعني اللي عملين الحاجات دي اكيد برضو كانت مجهولة بالنسبة لما اعملوها. فعلا بنشجع وبنعمل المنتج وبنشوف. كل واحد ما بديف تجربة للمنتج بتبقى اضافة للمنتج. آآ الخمير عشان توصل لنا كده ناس كتير كتير جدا قاعدت تكتهد بعض مرة معاها الحاجة وفشلت والحد ما وصلنا للحاجات دي. نفس الحكاية. آآ الخميرة برضو نفس الحكاية. آآ عملناها هو الحمد لله. آآ ونتمنى ان الناس كتير تعملها وتبقى في في فيديوهات عنها عشان تبقى اضافة للجميع يعني. هتبقى جفة. اللي يحب يخليها بالمنظر ده. هيطحنها. احنا هنطحنها هنشوفها في اخر الفيديو. تبقى مطحونة. واحطها في بطرمان. هتعيش معي في الفترة اللي انا بستعملها. ممكن تقول كده مسلا سنناش فخلاص. اهي. محصلاش اي حاجة دي كت في التلاجة. الافضل اللي نحطها في التلاجة آآ في فترة الجفاف لانها طبعا في عسل سود وكده ممكن تجيب ها موش. او تجيب آآ الزباب الصغير دوان عليها عشان من العسل آآ عليها فآ آآ افضل مكان هي ولبن فضرة عشان بحب برضو الشيء بالشيء يسكر نحطها في التلاجة. ما نقلقش. التلاجة بتمتص كل السوايا من الحاجة. بتجفف الحاجة فعلا. وحتى انا عملت الزبيب برضو حطته في التلاجة. وتلع الحمد لله فضل الله يعني برضو نقدر نرجع له في القناة في التلاجة. التلاجة اقمن مكان. بفضي مكان لو صناعة الحاجة بفضلها ما كان عرفه بحطها. بس بتبحها. يعني بتابع الخميرة كل يوم كده بتابع الخميرة بشوفها من وقت للتاني لحد ما توصل للمرحلة دي. برضو باكد مش هقول هتاخد اسبوع. ممكن تاخد معي اسبوع ماشي. خدت عشر تيام ماشي. اخدت شهر شهرين ماشي. فانا مش قلقنا. انا بعمل بقى كمية. وانا بعملها كده. ابتدت تخلص بقى معي. ابدأ احضر في الكمية الجديدة. برضو خلي التفاح. ابتدى يخلص معي. ابدأ احضر بقى في موسم التفاح. برضو في مرحوظة يعني في حاجات فيها مواسم. زي الزيت الزيتون اللي انا عملته. وزي الحاجات دي يعني استغل بفضل الله يعني ربنا يدينا في عمرنا وفي صحتنا. اه في وقت الزيتون اه نجرب اه كمية قليلة. ونعملها. نفعت بقى ممكن نجيب بقى مسلا اه تلات اربعة كيلو او خمسة وروح عاملة بقى اقطر بقى. اه اه جيت عملت خلي التفاح في موسم التفاح اه اجيب بقى كمية وقتر. ما فيهاش اي ضرر. وهكذا في اي حاجة ابدأ استغل الموسم. برضو عايزة اقول الحاجة ملحوظة عن الالبان. الشتة بتبقى احسن حاجة للالبان. يعني لو احنا حابنا نعمل كمية من لبن البودرة. نستغل اه الموسم الشتة. عشان حتى اللبن ببقى دسم وعالي. اه موسم البرسيم. بتبقى الحاجة متغزية كويس جدا. اه الجموسة او البقر. اه الحيوانات دي بتقوم متغزية كويس جدا جدا. لبنة ببقى كويس جدا جدا. اه على جوضة عالية. فممكن في الفترة دي اه زي الناس اهلينا. اه لما كنا بنشتري الزبدة وحنا برضو نتكلم عن الزبدة ان شاء الله نبقى نعمل حلقات زي ما نقول الشيء بالشيء يذكر. بيها حوشوا الزبدة الحاجات دي في موسم الشتة من السنة للسنوة هكذا. فانا الحاجة تبقى عندي عندي الخميرة ابتدت تقل الخميرة عندي ابدأ اعملها والخميرة دي بقى على مدار السنة في حر برض بتتعمل ان شاء الله. لكن في حاجات مرتبطة بالموسم. القلبان والقلبان. ممكن اه يعني احسن نقطة للشتة. اقطر من هعمل زبدة هعمل سمنة اي حاجة في الشتة. اركز على الشتة. اجيب كمية واعمل. لبن بودرة اجيب كمية في الشتة واعمل. مش معناها ان انا في السف ما عمل شي لا هعمل في السف. بس هتبقى يعني هيبقى جودة اللبن مش هيبقى الدسم بتاعه جودة الشتة. اه احنا هنتحن دلوقتي الخميرة اللي احنا شايفينها دي. ودي هتتعمل معانا معاملة الخميرة الفورية. اهي. زي ما احنا شايفين اهو. اهي. هتبدأ تتفاعل معانا. انا هغطيها. وهنبقى ان شاء الله نشوفها. اهي. اهي. ابتدت تعمل معانا اهي. برغم ان درجة حرار زي ما بقول اقل من تلاتين عندنا. اهي. ابتدت تعمل تتفاعل معانا. دي بقى ايها هعمل فيها ايها? ممكن اشربها. انا كده حتى لها معلقة السكر. يا اما اعملها بالصورة دي الخميرة الجفة. او هحطاها على الدقيق. وهي مطحونة. احنا هنتحنها. اعطاها على الدقيق. وبعد ما احطها على الدقيق. احط المقدار اللي انا عايزها. واحط بقى جميع مكوناتي. سواء اللي انا هعملها بقى فتير. اه بقسماتها. بدأ اعمل المكونات. بدأت وامشي بقى مقديري عادي. واعمل المنتج عادي. اه دي ببساطة جدا زي ما احنا شايفين قدامنا الخميرة. اهي. المجمدة. واقدي الجفة هي هي مقدرنا زي ما قلنا. معلقة عسل سود. نص كوباية مية. نص كوباية دقيق. بدوبهم مع بعض. واسبهم من ثلاث لاربع او خمس ايام. ما فيش اي مشكلة. اه في التلاج او عادي برا. وبعد كده هيتفاعله. هيفوره. هي المكمية تزيد. احنا لو عملنا الكمية دي هلاقي قليلة جدا. لو رجعنا الفيديو بتاع الخميرة في القناة. هلاقي قليلة جدا. هلاقي قدامت تضعفة نفس الكمية. بنزل بمزارة النشادر. بنزل بالنشا. بالتدريج لحد ما تديني القلب والتماسك. اه هاعملها قلب كده. وهبدأ اقسمها بالنص بحيس ان انا شوف نفس النسيج بتاعها زي نسيج الخميرة اللي مجموها بالمغبس. بعد ما بشوفها كده واعملها احفظها اما اضطحها او اعملها مكعبات. واعملها في الكيسنا هنا انا قص كيسنا هنا نقدي كل مكعب حسب اللي انا بحتاجه. وحطه في الفريزر في كيس كده اجمعهم في الكيس. حيس ان انا طلع كيس اخد منه المكعب او اللي انا هحتاجه واشيله. او جفة. اروح اقطع جزء منها من القلب ننصه. وافكه كده افركه. واسيبه ينشف خالص. ويجفه. بعد كده روح تحناه في الكبه. بعد ما اتحناه في الكبه اجيب بطرمان. مخصوله كويس وجاف وناشف وراح حطه فيها. ايوه بضل من سنة لسنة. ليه? لان اه تم عملية الجفاف صح. الكل ما يجاف معناها دي مادة حفظة طبيعية. زي الملخيه الناشفة وزي النعناه. انا باكد الحاجات دي في كل مرة لاهميتها. لو ما نشفتش كويس زي ما نقول الحاجة بتبقى طعمها معطن. بتعفن بتجالها رطوب خلاص بتبوز ما بتديش نتيجة كويسة. فكل ما بامشي صح. بيبقى المنتج عندي صح. زي ما احنا شايفين كده قدامنا الخميرة بسيطة جدا وسهلة جدا. ان شاء الله في الحلقة الجاية بازن الله هنبدأ نتكلم عن الفوائد الخميرة. ندخلها في ايه? ونستخدمها ازاي? اه زي ما احنا شايفين قدامنا الجفة. وقدامنا اللي هي القالب. اه زي اهو ابتدت اه لو احنا بصينا قوي اهو. ابتدى شكله يدين اهو الفقاعات اهي. الهوى اهي. يعني دلع لانها نكحة الحمد لله. بفضل من الله سبحانه وتعالى هو. كل دي اهي فقاع الهوى اهي. اهي زي ما احنا شايفين قدامنا. وده خدت منها نصها وحطتها اه نشفت وهاخليها معايا. دي موجودة اللي حب يعمل دي اه كويسة جدا. واللي حب يعمل دي كويسة جدا. دي برضو لو استخدمناها للبشرة او للشعر او اه نشربها او هناخد منها الكمال اللي احنا هنحتاجها وندوبها في مياه زي ما احنا عاملين كده اهو هندوبها في مياه ونحطها نشوف بقى هنشربها على لبن ممكن نحطها في لبن اهي زي ما احنا شايفين اهي اهي قدامنا اه ونحطها على لبن هنشربها في لبن هنعملها ماسك لله هنبقى ان شاء الله الحلقة الجاي بقى هنتكلم ازي بقى لو دخلناها في ماسكات للشعر للبشرة لو شربناها لو في حد عنده مسلا مش مشاكل هنشوف بقى ان طبعا نبحث ونكتب بازن الله ونشوف بقى مسلا هتعالج ايه ونعالجها ازاي لو اه مسلا الهضم اه حاجة في الكلا حاجة في ربنا يشفينا جميع ونشفي كل مريض يا رب اه في اي حاجة في الجسم اه هتتخش ازاي وتخش في ايه و ايه شكلها يبقى الفيديو اللي جاي ان شاء الله والحلقة الجاي بازن الله اه زي ما يعفين الخميرة سهلة جدا جدا اه نتوكل على الله زي ما بنقول اه المعلومة ضلت المؤمن فاحنا لما بنلاقيها او هي المعلومة بتبقى حاجة مجهلة مبهمة لابا بنخش يعني انا في الزم انا زي زي اي حد كلنا ما الخميرة عافين احنا ما نجيبها من الفرن كنا ما كانش واحد يتخيلنا بتتعمل في البيت فاعمل ما ما عملناه في البيت خلاص بازن الله هتبقى متموين البيت وقلت ان شاء الله كنا من اهل الدنيا واربنا اقمر هنعمل فيديو عن الاهمال اقتصادية للحاجة بجهيل العملة واحدة ان الحاجة تبقى موجودة عندي في البيت واقوم اعمل بها اه منتج دي بتبقى تديره جدا كنا عندي الحاجة ببلاش او انا فزها اه ابدأ اصنع خميرة اصنع على بنبودرة خلط فاح زيت زتون وهكذا واكتهد بقى بابتكر يعني ممكن طول ما انا شغالة كده بابتكر يعني اللي انا شفتها صراحة الخميرة اه 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 والب كده وشفت الناس برضو فيديوهات ندرة زي ما بقول عن الخميرة يا ريت دعو عمى نبدأ نقطر نعمل الخميرة وكل واحد بقى اي دي فلم سيتو بقى فيها على الاساس ان انا الف من الناس من الناس نستفيد دي الطريقة ودي والنوع ونختصر في الطرق كل ما بنختصر انا فعلا فيديوهات كثيرة جدا اه لقيت نفس المنتج فيه ناس عاملة مثلا بخطوات كثيرة جدا فيه ناس ما قال ليه الخطوات ده صح ويحسب ليمه ده صح ويحسب ليمه وانا استفدت من ده استفدت من ده اه زي ما قلنا نتشجع ونعمل الخميرة اه كويسة جدا جدا مفيدة جدا جدا اه زي ما شايفين قدامنا هي فقاعات الهوى فيها هي بقى شهر او شهرين معمولة ما فيش اي سيولة فيها اه ما فيش طعم ضاير ولا ريحة ولا في زعوية سواء اللي هي البدرة او اللي هي الجفة اه اللي احنا شايفين قدامنا دي احنا ممكن نخليها كده وناخد منها نتحم او ممكن نخليها زي ما هي كده يعني مش لازم نتحمها واخد منها مثلا مثلا اه احتاج معلقة كبيرة اخد نص معلقة منها لانها كبيرة الحبيبات بتاعتها واروح حطاها مضوباها او حطاها في الحاجة او اطحنة انا 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 بعد الفيديو ان شاء الله هطحنها ونقل الحلقة الجاة ان شاء الله هنشوفها وهي مطحونة بازن الله او بالمنظر ده وانا اخدها تعمل معا ما فيش اي مشكلة دي موجودة اللي تنسبو دي يعملها واللي تنسبو دي يعملها ويعني انا افضل يبقى عندنا الاتنين احتاج تجي اعملها واحتاج تجي تبقى موجودة عندي مفيش اي مشكلة وسهل هي بوسطة جدا جدا وتبقى موجودة عندنا في البيت زي اي حاجة تبقى تموين عندنا لان احنا ما بنشتغنصش عن الخميرة ابدا وحاليا الدكاترة ابتدوا يدخلوا الاعشاب والطوابل في في العلاج اللي عنده انتفاخ ممكن ياخد كمون وهكذا الشربي كذا الشربي كذا على قد ما يقدر التب البديل برضو الخميرة ان شاء الله هتبقى من التب البديل بالنسبة اه في النهاية اه الخميرة من الحاجات اللي ممكن تعملها اكتر من فيديو لاهميتها ان شاء الله هنشوفها ويدها بازن الله ازاينا من حاجات المرة الجاية اه نتشجع اه ونبحث ونعمل ونستفيد بها بازن الله وتبقى موجودة في البيت الحاجات دي تعتبر عصب للبيت كمنتجات موجودة عندنا اه ان شاء الله اتمنى انها تكون صدقة كجارية زي في كل مرة ما بقول اه متنفع اتمنى انها تكون وصلة المعلومة بازن الله ويبقى في مسلا تبقى افادة جيدة للجميع ان شاء الله كل اللي اتفرج عليها هيشوفها هيستفيد منها ان شاء الله وتبقى معلومة جيدة واتمنى ان يكون مصلت المعلومة ولو قدر بقدر ضئيل اه في النهاية اه والحد ما نتقابل ان شاء الله في الفيديو عن منتجات الخميرة اللي احنا هنعملها ان شاء الله اه استودعكم الله لازل لا تضيع وضائعه اه وتمنياتي لنا جميعا دائما من ربنا متعن بالصحة والستر والعفية راح تلبال اللهم مأمين وفي النهاية جزاكم الله خير على حصل المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة